النخلات الباسقات بطلعها النضيد وعراجين البلح تستبق فصل الخريف تعلن الرطب قبل وصول موسم جني التمور باستثناء بعض أصناب النخيل تبكر حتى في إغداق التمور النضجة تماما حسب آخر الإحصائيات تضم حقول ليبيا وحطاياها أكثر من 9 ملايين شجرة نخيل تتركز في الواحات الشرقية والوسطى والجنوبية وبعض مناطق الساحل ما يميز آخر ثلاثة مواسم للتمور الليبية انتشار أمراض النخيل وتهديد الآفات الزراعية في غياب شبه كامل من مسؤولي قطاع الزراعة وما زاد معاناة أهل النخيل هذا الموسم وسابقه منع الحكومتين شرقا وغربا أصحاب النخيل من التصدير خارج البلاد لم ينجو قطاعهم في البلاد من فوضى الإهمال وسوء الإدارة لا سيما مع ثروة التمور التي يمكن لها أن تكون رافدا للاقتصاد الوطني لو صلوا حل الحال وقامت للبلاد دولة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة